السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب صف الاول سنوي اهلا بكم في شابتر تو لسن تو النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل على طبعا حلينا الدرس الاولين اللي هو والنهاردة ان شاء الله هنكمل الشابتر ده والمرة الجهاز ساتلايت بإذن الله فقفل بداية مشاهدة ندى لأخوتنا في غزة بن نصر رب العالمين وندى لأموتنا بالرحمة اوض مغفرة وما تسجرم انا بلايك شير سبسكرايب ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات ويلا بينا يا شباب نخش في الاسئلة على طول يلا بينا يا شباب اهلا بكم مرة دانية السؤال الاوليان يا شباب بقول لي بقل لي تعالوا نكتب بتاع ايه شباب بتاع المدار بتاعنا يعني لو انا عندي ده كده اهو عندي مسلا ساتلايت في الحتة دي او ده ده كده عبارة عن مين يا شباب ده عبارة عن طب الار ده عبارة عن ايه عبارة عن بالبلانت وعبارة عن فالفل عبارة عن ال H بلس مين بلس ال R تمام ال H ده اللي هو ال H و ال R ديه اللي هي مين ال ريديس بتاع البلانت فطبعاً اولاً يجي ده كده ثابتة ما بتتغيرش يشبه اللي هي زي ما احنا عارفين اللي هي 6.6 7 times 10 power negative 11 ال M ده ده الماس بتاع البلانت وده مقدرش ثابت ما بتتغيرش ال R اللي هي ريديس بتاع البلانت ده برضو ثابتة ما بتتغيرش مين اللي بتتغير يا شباب ال H يبقى هنا الجرافت بتتغير لما ال H ده بيتغير يعني لما ال H بتغير فطبعاً زي ما احنا عالفين كل ما بنطلع لفوق كل ما ايه شباب كل ما ال H دي بتزيد و ال H ده inverse مع مين مع ال G فال G في الحالة ديه ايه تقل طيب تعال نشوف الاختيارات قال لي هنا ال universe constant مال ال universe constant ده ده حاجة ما بدار سابت ما بتتغيرش قال لي change the point that changes the mass of the body الماز بتاع البلانت اصلاً مش موجود في ال rule اساساً مالهوش عراقه تمام؟ طيب change according to the height of above the earth surface اللي هو مين يا شباب اللي هو ال H اللي احنا عملين الكلام عليه اللي هو مين اللي هو ده ده كده question A 1 يبقى اللي جيبة بتاعتنا اللي هو مين C نروح لي question 2 question 2 يبقى ده ارتفاعه 5 كيلومتر قال لي at which point A B C D the gravitational field intensity is less محنا لسه يلينا شباب في السؤال اللي فوق ان هنا G inverse مع مين هم على height يعني كل ما بنطلع فوق كل ما ال graph A بتقل او G gravitational field intensity بتقل او بنقول G gravitational intensity بتقل فقال G gravitational field intensity اللي هي ال point ده ها اللي هي اعلى point اللي هي مين يا شباب اللي هي الايه يبقى اللي جيبة بتاعتنا اليمين الايه نروح للسؤال اللي بعدين question 3 قال لي a planet has a radius ده كده مين يا شباب ده ال radius بتاع البلانت اللي هي الarchimere قال لي and the mass ده كده اللي هو الماس قال لي given that's the gravitational constant ده اللي هو مين اللي هو جي طيب سووا قال لي the gravitational force عايز مين يا شباب عايز ال gravitational force اللي هو مين that effect is the mass of one kilogram ده اللي هي الماس بتاع ال object قال لي placed on the surface of the planet equal اولا الرول تعالوا نفتكروا كده من الدرس اللي فات كنا بنقول gravitational force equal gravitational constant في الماس بتاع البلانت في الماس بتاع ال object مين يا شباب طيب تعالوا نشوف اي جي فين اي جي موجودة اللي هي six point six seven times ten power negative eleven في الام فين الام اللي هي اها اللي هي one point nine times ten power twenty seven ما لهيش لازمة ال one ده وفي ال radius بتاع البلانت اللي هو مدوه لها seven point seven point fourteen يبدأ seven point fourteen نشوف الاجابة twenty four point twenty four اللي هي مين اللي هي دي ده كده ايه طيب تعالوا نروح على بي قال لي ما هو عايز مين عايز جي اولا يا يا شباب الجي هي عبارة عن مين عبارة عن الجي في الام طيب لو تلاحظ حاجة لو انت لماحة بدأي اخين بي ده الفرق من فرق من مين الفرق بينهم. بالماث بتاع البجج يعني الارقام ده هي نفس الارقام ده ستطلع في النهاية نفس الناتج يا شباب تطلع ايه نفس الناتج لان انا ممكن اجيبها بطريقة تانية اقول له اصلا ال جيl ده عبارة عن مين عبارة عن الفورس بالماث بتاع البلانت الماث بتاع البضي الفورس اللي احنا انت طالعيناosing بي كام كام. والمس بتاع اللي هي في النهاية الاجابة تطلع كام. فلو انت واخد بالك لالو الام ده بواحد يبقى الفرصة هتبقى. اللي هي هتبقى مين? اللي هي هتبقى دي. ممكن اجيبها بالطريقة السهلة دي. ممكن اجيبها بالطريقة التقليدية. اللي هي اللي هي طبعا 240. ناين. ونقسم على مين على اللي هي سبن بوينت فورتين. كل ده. ملاحز ان كل الارقام دي هي نفس الارقام اللي فوق معادة مين? معادة الوان ده. اللي هي الماس بتاع مين? بتاع البلانت. ففي النهاية هتطلع نفس الاجابة اللي هي. واليونة بتاعتنا متر ايه? فلازم تاخد ايه بالك وتكون لماح كده عشان ايه وقت الاختبار. ما تضيعش وقت كتير في الامتحان. يبقى انت عارف ان ان خلص بقى ما خلصت. تمام? تمام. ده لو انت عايز تجيبها من القانون ده هتشيل بس من الحاسبه بتاع 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 كده. وتعمل ايه? وتعمل اه اه هتطلع لك نفس النادي. ده كده السؤال الكامي مش بقى بالسؤال التالي. نروح للسؤال اللي بعضه السؤال كام? السؤال الرابع. وتعالوا نشوف السؤال الرابع بيقول ايه? دعنا نغير اللون وناخد لون تاني. قلي ايه بقى? قلي بلانت هزا ماس. ده الماس بتاع البلانت. اللي هي الامة الكبيرة. كيلو جرام. اندريديس. ده الار بتاع البلانت. وهي ده اللي هي جيها هي. نيوتين برميتر. قلي ده ايكوى للرقم ده هيبقى ده كده اللي هو مين? الاتش يا شباب. قلي فمت بلانت سورفرس. مماشي. سهل جدا. هنقوله ايه? هنقوله اني جي هيبقى ده عبارة عمين? عالجرافتيشنا في الماس اوفر الار باور تو. هنفك الار باور تو ونخليها الريديس بس كل ده باور تو. وتعالوا نعوض. ايجي بكام? سيكس سبن تان باور نيجدف الابن. الام فين الماس بتاع البلانت? اهي. اللي هي بكام شباب. ونقوم اسمين تحتها. على مين? على الار? فين الار? بس خلي بالك بالميتر بالكيلو ميتر. واحنا شغالين بالميتر فلازم تحولها. ده ام عامل كده يا شباب. عشان تحولها من كيلو ميتر لميتر. بس خلي بالك برضو بالكيلو ميتر. تعمل كام تعمل? سيكس زيرو زيرو. تلات صفار يا شباب. تايم ستان باور ثري. وتقوم اقافل وتقوم عامل كام باور تو. والآلة الحزبة تطلع لك ايه? تطلع لك النهر. نقوم راحين للآلة الحزبة. نعمل كده ونقول له سيكس بوينت سيكس سبن تايمز تان باور نيجدف اليفن. نطلع كده من الباور. ونقوم عاملين تايمز. اللي هي تايمز تان باور تويني فور. وننزل تحت. نفتح براكت. ونقوم عاملين تايمز تان باور ثري. ونطلع من الباور. ونقوم عاملين بلاس. ثري سيكس. تلات صفار واتنين تلاتة. تايمز تان باور ثري. ونطلع من الباور. ونقفل البراكت. ونقول له ايه? ونو عاملين ايكوال. طالعك كاما يا شباب? زيرو بوينت زيرو بوينت تو 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 تو. تمام? اللي هي كده. تلات اتنانات. زيرو. بوينت تو 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 زيرو. يبقى انا عايز ابدأ بثلات اتنانات. هنا بص كده. تلات اتنانات. اهو. تلات اتنانات. تلات اتنانات. يبقى ده هنستبعدها. بس مين فهم الصح? بس هنا باور كام يا شباب? باور نيجدف فور. خلي بالك وخلاها كام? هو حرك ده على امتين. واحد اتنين. فاصبحت كام يا شباب? اصبحت? بس هنا حركت كام علامة? حركت على امتين اتنين. فهنعملها طايمستان باور نيجدف طايمات. لان حركت العلامة من الأمر رقمين. تتبقى باور نيجدف طو. واليون эт بتاعاتنا نيو تيم تير كيلو ف هنا خلي بالك باور نيجدف كام باور نيجدف فور. يبقى ده ما تنفعش. هنا خلها باور طو. هي مش باور طو هي باور نيجدف طو. يبدو ما تنفعش. هنا باور نيجدف طو. يبقى الاجابة بتاعتنا اللي هي الناس. ده كواسشن كام مجباب كواسشن فور. نروح للسؤال اللي بعدية ده كواسشن كامance بقوشن فايف. قوشن فايف بقول يبقى 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 هو عايز الريشن بين جي ومقلوب الار. اولا تعالى نكتب الرول الجي هتبقى اقوال في الماس اوبر الار بور تو. فطبعا من هنا شباب ان جي ان برس مع الار بور تو. فلما بنجي نعملها في الراف تبقى اللي جابيب قابلن من اللي هي البي? طيب نرفل السؤال اللي بعاني. طيب خلي كده عشان تشكلنا يحتاج الرول. قالت The graph that represents the relation between the gravitational field and density for the different planets at the point that lies at the same distance from the center of each planet and the mass. The relation بين the mass and the graph. يمرون لهم. أدي G والM. The relation بينه ما شباب إيه? يبقى G هنا. هتبقى Direct Proportional المين للM. Direct Proportional المين يشباب للM. يبقى الإجابة بتاعتنا اللي يمين إلى C. دا كده Question 6. نروح للسؤال اللي بعده. Question 7. Question 7. بولي Imagine if the Earth starts to shrink. لو الأرض بدأت تنكمش يا شباب. تنكمش uniformly. Well, its mass remains constant. خلي بالك لما الأرض هتنكمش يبقى معنى كده إن الradius بتاعها يبدأ يقل. ماشي يا شباب والمس هنا ثبتة. طيب قال لي. Remains constant. The magnitude of acceleration. ما احنا عارفين لسا إلين إن G أصلاً inverse مع على ال R. باور تو لأننا عندي الجي اقوى المين يا شباب اقوى من الجرافتشن ال constant في الماس أور ال R باور تو ما وده ثابت وده ثابت يبقى الجي انفرس مع مين مع ال R باور تو فلما تبدأ تنكمش يعني معنى كده إن ال R هيبدأ يقل يبقى الجرافتشن ال field با ايه يزيد طيب 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 نشوفه اللي اختيارت باقى. اللي increase هو هنا بسألنا على مين على الجرافتي. Increase أيوة الجزء ده صح. Because the acceleration due to the graph is inverse proportional to the square of the earth. أيوة يبقى اللي كده بفتاعتنا اللي مين اللي هي ده. أيوة طيب ده كده question 7 نروح للسؤال اللي بعديه question 8 اخوانا. question 8 قال لي if the acceleration due to the graph on the surface of the moon is one sixth. one eighth sixth يعني الجرافتيشن على المون بتعادل صوت الجرافتيشن على مين على الأيرث وده احنا عارفينه من ساتة تبتدئي. قال لي of that of the surface of the earth. قال لي the ratio between الجرافتيشن ال constant خلي بالك هو بيسألك على مين على الجرافتيشن ال constant على مين على الأيرث. ده كده على الجرافتيشن انزاء ايه انزاء مون ما هو ده هو ده لان كده كده ده رقم ثابت لانه فوق اللي هو six point six six seven times ten power negative 11 وعلى وعلى المون برضو نفس الرقم اللي هو six point six seven times ten power negative 11 فهو ده هو ده يعني ده هي رقمها ده يبقى الناتج هيبقى one over one لانه ايه كده كده ايه constant يبقى لجابة one two ايه one to one ده question ايه نروح للسؤال اللي بعده question ايه question nine ونشوف nine بيقول ايه تعنا نشوف قال لي the multiple object of different masses exist on the surface of the planet that has a mass ده كده الناس بتعمين بتاع البلانت ماشي اللي اند ايه يا شباب اللي اند the object of the graph represents the relation variation force ده relation بين ال f ومين of the planet pulls each of the object versus the mass يبقى ده علاقة من ال f وال a وال m تمام ومدين هنا ده g عايز مين عايز ال graphational ايه شباب ال graphational field بوس يا باشه تعال نشوف ال f ادي ال f ال f ده عبارة عن مين عبارة عن g في ال m في ال m over the r power two تمام هو عامل اه relation بين ال f وال m يعني relation بين ال f ده ايه وال m ده ايه يبقى معنى كده ان السلوب ده هو السلوب ده هو يا شباب هيبقى ايه مين هيبقى ايه مين يا شباب اللي هو ايه مين اصلا اللي هو ايه في ال m over the r power two تمام ايه في ال m power two طيب يبقى انا لو جبت السلوب يبقى السلوب بيعادل الجزء كده هو كله طيب انت عايز مين عايز الجرافتيشنل ايه الجرافتيشنل فيلد طيب تعالى بجنب كده هاتي الجرافتيشنل كده ام والجرافتيشنل ده عبارة عن مين عبارة عن الجي في ال m over the r power two ملاحظ حاجة ان الجزء ده هو هو الجزء مين هو الجزء ده هو اللي هو مين اللي هو الجي يبقى معنى كده ممكن اقول ان السلوب ايكوال مين ايكوال جي تماما كنت لسه حيلهلك من سؤال تقريبا السؤال التالت بين لما جينا نجيب الجي قلت لك ان الجي ايكوال مين ايكوال ال f اوفر مين وفر ال m مواهو ال f اوفر ال m ده اصلا اللي هو مين يا شباب اللي هو السلوب تمام كنا يبقى انا اجيبي السلوب هيبقى ايكوال مين tell me do step اللي عدتوه فيها ال nine. يبقى تطلع ايه? تطلع nine meter per second square او نيوتن per kilogram. يبقى اللي جابة بتاعتنا nine اللي هي من اللي هي دي. تمام كده اشوف. ده كده اللي هو من الجي. طيب عايز بعد كده مين? عايز. طيب تعال خد العلاقة دي. اهي. اهي. ده كده. اهو ما احنا هنقول ان جي اقوال جي في ال ام. افر الار بار تو. انت عايز بينهم. انت عايز ال radius. اعمل cross multiplication. يبقى الار هيبقى ال جي في الام. وننزل مين? وننزل ال جي دي تحت. بس هنا ار سكوير خلص ولا تزال. هنخد ايه? الروت. وتعالى نعوض. ال جي اللي هي الكونستانت اللي هي معروفة ب six point six seven times ten power negative ايه? eleventh. طيب. الماس بتاع البلانت هو من الدهالي اها. اللي هي بكام. four point eight eight times ten power twenty four. اللي احنا لسه جايبينها بكام شباب جايبينها? بنين. كل ده تحت مين? تحت الروت. يلا بقى احط الكلام ده في الكالكليتور. يطلع لك كام باشا? هطلع لك six. طبعا بس خلي بالك. الناتج ده هيطلع بايه? تعالوا ما اعملها لكو عشان تبقوا فاهمين. الناتج ده هيطلع بالمتر. خلي بالك هيطلع بالمتر. والاجابات بتاعتنا كلها بالكيلو ميتر. هتعلم ما اورها لك بالكالكليتور هتعمل ازاي? اول حاجة هتعمل الحاجة عادي. هتقوم عمل كده وتقوم عمل اعمل بتاعنا كده. تقوم عمل six point six seven times ten power negative eleven. تقوم خارج كده وتقوم عمل times اللي هو four point eight eight times ten power twenty cam twenty four. انزل تحت. هم عمل divide cam divide nine. يقوم طلع لك الرقم ده. خلي بالك الرقم ده بالمتر. فانت عايز تحواله للكيلو ميتر. فهتقوم عمل times ten power negative three وتقول له equal. طلع لك six zero one. six zero ايه يا شباب? one. فانت عايز رقم ببدأ بال six. هنا هتلاقي دي ببدأ بال six. والده ببدأ بايين بال six? هي بقى الاجابة ايه يا ايه ايه يا ايه. طيب بس بس سي هنا باور نجر في سيكس. وايه باور سيكس يا شباب مش نجر في سوري. وده باور سري. فتعال حرك العلامة كده انت عايزها تبقى في البداية اسكس. هتحرك علامة كم رقم? قدي التلاتة والواحد والصفري بقى تحركها تلات ارقام بس يا شباب تلات ارقام ايه تس. يبقى في الحالة دي هتبقى يبقى الإجابة بتاعتنا اللي هي هتبقى ايه ده كده نروح للسؤال اللي بعديه ونشوف تعالوا نشوف هنا مدينة وطالب مننا في الموضوع ده يا شباب اكتب اسهل حاجة اكتب الروي هتقول لي ان G equal في الماس ومن هنا كده هاتي السلوب السلوب في الحالة دي هيبقى equal من يا شباب اللي هو delta G over delta 1 وارجع للإكواجي انت خدت مين انا خدت الجي وخدت يتبقى لك في الإكواجية مين Gm يبقى Gm ده هو السلوب يبقى Gm equal من يا شباب equal السلوب يبقى انت هتجيب السلوب وتسويت مين بال Gm اللي هي والماس بتاع البلانت انت عايز مين؟ عايز الماس بتاع البلانت تبقى والجي من دهلك؟ من دهلك؟ طيب تعال نجيب السلوب انا هنا سيرو وهنا سيكس فانا اخد السيكس يبقى سيكس منس زيرو بكام شباب بسيكس انت خدت الزيرو خد الزيرو لقصاده بزيرو خدت السيكس؟ اه تعال اخد قصاده اللي هو كام 1.85 يبقى 1.5-0 1.8 شباب 1.5 بس خلي بالك معمولة كام؟ times 10 power negative 14 times 10 power negative 14 سويها بقى بجي ام الجي اللي هي كامل شباب اللي هي six point six seven times 10 power negative 11 مضربة في الم اللي انت عايزها المده اعمل مالكتشان هتجيب الم وتقم اعمل كده فوق اللي هو هيبقى الـ six لان ده تمونيتور بتاع واحد هيبقى كده تحت six وتقوم اسم ده في ده اللي هو هيبقى one point five times 10 power negative 14 طبعا انتم ممكن تقول فورتين والفين دول يبقوا كاما شباب يبقى وتقوم مطلقة فوق يبقى بصدف وتقوم جابها بالكالكوليتور عشان يبقى اسهل بالكالكوليتور او يعمى ما تريح دماغك وقوم عاملها الكالكوليتور يجيب لها كل حاجة تقوم عامل كنا وانزل تحت هتقوم عامل وان بوينت فايف تعالوا نعمل سيكس بوينت سيكس سفن تايمز تان باور بدل بقى مكتب باور نيجتيف فورتين وارجع باور نيجتيف آآ شباب اليفن ما تجوا نعملها باور نيجتيف كام توني فايف وخلاص ونقول له ايه اكوال طلعت فايف بوينت ناين ناين تايمز كام تايمز آآ تين باور توني فور يبقى طلعت كده طبعا اليون بتايمز تايمز 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 تايم نروح للسؤال اللي بعضيه كما شوفيه 11 ونشوف 11 بيقول ايه تعال نشوف قال لي The planet has a mass 5 times as larger than the earth يبقى خلي بالك يبقى الماس بتاع البلانت دهب بتعادل خمس مرات الماس بتاع من؟ بتاع الارث قال لي And also the radius 5 times as larger than that of the earth يعني the radius بتاعه برضو ايه يا شباب اللي هو بتاع البلانت equal كام؟ خمس مرات the radius بتاع من؟ بتاع الارث طيب عايز ratio between the acceleration due to the graph on the surface of the earth that is on the planet's surface طبعا اكتب الروريا باشا هتقول لي ان G هتبقى equal G في M over R بارتو طيب هو عايز مين على مين؟ الارث الـGraphitional Earth على الـGraphitional Planet اولا ده كده سابت ماشي؟ فانقوم عاملين كده G Earth على G Planet وتقوم عامل كده اها اصبح عندي الـM والـR تقوم عامل هنا كده وهنا كده الـM direct بتحط هنا كده الـM Earth وتحط هنا الـM Planet وهنا او تخليهم تحت بعض ما فيش مشكلة تعالنا تخليهم تحت بعض وهنا الـM ايه؟ Planet الـM تقوم عامل تقوم عامل تقوم عامل تقوم عامل و عامل تقوم عامل و نعود وتقوم عامل كده الـMath تقوم عامل زيما هي يبقى Mass سكوير ايرث. طب و الماس بتاع البلانت هو خمس مرات الماس بتاع الارث. فتقوم مع عمل. طبعا الخمسة يبقى ينزل عليها الباور يخليها كام يا شباب يخليها. يبقى اوار سكوير ايرث. فالطير ده مع ده. وده مع ده. يتبقى لك كام يتبقى لك فوق وتحت كام فايف. هتبقى على الفايف فالون على الفايف فيها الفايف. تطلع الاجابة بتاعتنا. يبقى بتاعتنا الفايف اوفر الون. اللي هي مين? اللي هي السين. طيب. اولا ببص بقى. عبارة عن مين? عبارة عن الماس في الجرافتي. تمام كنا? الماس في الايه في الجرافتي. وهنا قل لك زا سيم ايه? زا سيم اوبجيكت. يعني الماس في الحالة ده ايه? يبقى معنا كده الويد في الحالة دي ما لها يا شباب. الماس هنا دايرك ما عامين مع الجرافتي. فلو انت عايز الويد اون ذا ايرث. اوفر الويد. اون ذا بلانت. هيبقى ايه? احنا لسه جايبنا اهو. يبقى الجابة بتاعتنا ايه? اوفر ايه? اوفر اون. يبقى برضو اوفر اوفر اون. اللي هي مين? اللي هي دي. ده كده كوستشن كامل شباب كوستشن 11. ونروح للسؤال اللي بعدي كوستشن كامل خوانا. كوستشن 12. ونشوف 12 بقول ليه? تعالوا نشوف 12 بقول ليه? 12 قال لي the body weight. اهو. 25 newton at the earth surface. يبقى الويد في الحالة دي لما كان على الارث كان 45. قال لي سو. the height from the surface surface that equal quarter of the earth's diameter it will be. دانا شباب بقول لي ايه? قال لي سو. add height. عايز الheight from the earth's surface that equal the quarter of the earth's diameter will be. طيب حالو كده. هو بقول لي احنا لما هنطلع على الارتفاع. الارتفاع ده بيعادل مين? بيعادل الكوارتر بتاع الارث. بيعادل ربعة الديامتر. ربعة مين يا شباب? equal ال equal ايه? ال quarter of the earth's diameter equal ربعة الديامتر. ماشي? يبقى في الحالة دي الويد كام. طيب بص يا باشا. تعال انا اعمل كده. تخيل انا هنا كده. ده الارث. وده كده الريدياس بتاع الارث. اهو. فقمت حطت اوبجيكت هنا كده. اهو. الويد بتاعه كان كام? الويد بتاعه كان فورتي فايف نيوتن. فقمت واخد الوبجيكت ده على الارتفاع هنا كده. الويد بتاعه هيبقى كام? ما عرفش. بس ده الهويت. ما اخلي بالك. قال لك الهويت ده بيعادل ربع الديامتر. تمام كده? دم احنا عارفين ان الديامتر بيعادل ها بيعادل كامل شباب? ضعف الريدياس. يبقى انا ممكن اشيل الديامتر ده واقول ادل ربع بتاعنا وشيل الديامتر وحط اثنين ايه? ار. وطير ده مع ده يبقى ذهب. يبقى الهويت ده عبارة عن نص الديامتر نص نص الريدياس. اللي هو نص ار. اها. ده كده الفكرة بتاعتنا يا شباب. يبقى الهويت ده عبارة عن مين? عبارة عن النص ار. فلو انا عايز الار ده هي كلها. الار دي كلها. اللي هي الار اللي هي نصف كتر المضار بقى. اللي هي هتبقى عبارة عن الاتش بلاس مين بلاس الار بتاع الار. ما هل اتش هنا بنص. ار بلس ار يا شباب. طيب يبقى نص ار بلس ار تطلع كام يا شباب يعني ده كده اتنين على الاتنين يبقى هنا كده اتنين وهنا كده تبقى تلاتة. يبقى تلاتة على اتنين ار. اه. ده كده اللي هو مين يا شباب ده كده اللي هو الار بتاعنا يبقى ده نسميها وهنا الاروان اللي هي في الحالة دي اللي هي عبارة عن مين عبارة عن الريلياس تمام احنا عايزين الويد في الحالة التانية طيب بص بقى اولا الويد ايكول مين يا جماعة الويد ايكول المس في الجرافتي طيب والجرافتي ايكول ايه اهو الجرافت طالما افقق ارى ايكول الجي في الام اوبر الار يبقى انا في الحالة ده هعمل ايه? هقول له ادي الازجي في الام في الام اوبر مين اوبر الار باور تو. طيب انا عايزة عملكم برزن بين ويد واو ويد تو. طيب ومهو الجي ده ثابت والام ده ثابت والام ده ثابت يبقى من هنا كده هنقول إن مع مين مع الار باور تو فنعملها إزاي هنقول على هيبقى هيبقى اكوال لما كان على الارث كان بكام كان في بصورة ايه فاهم اللي احنا محتاجينه هيبقى اكوال اللي احنا جايبنها بتلاتة على اتنين بس هينزل عليها ينزل على خليها ينزل على خليها وهنا طيب وتحت كده هيبقى عندنا مين يا شباب عندنا مين اللي هو الار باور تو بس الطير ده مع ده يتبقى لي هنا كام تعالى احنا عايزين اهو اعمل يبقى في الفور اهو يبقى مضروبة في الكام في الفور اسمها على الكام على الناين تمام طبعا عن ناين فيها الوان عن ناين فيها الفايف يبقى اربعة في خمسة بكام شباب عشرين يبقى لجابة اتنين ايه توني نيوتن فين توني نيوتن اللي هي مين اللي هي ده كده ايه بس محتاج تفهم بس ان هو الابجيكت لما كان على كان الار بتاحته بار لما طلع فوق كان الاتش بتاحته خلي بالك اللي هي اتش بلاس الار والاتش خلي بالك اللي هو قال لي ربع الديامتر يعني ربع نص نص الكتر اللي هو الكوارتر في التو ار بيبقى هنا الاتش بيعادل نص الايه نص الار شباب نص الايه نص الار بتعملها اذا ريشو كده والمواضيع هيطلع معاك من منتهم 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 البساطة ان شاء الله ده كده السؤال كامش بده question came 12 نروح للسؤال البعضي question came question 13 تعالوا نشوف 13 بيقول يلا بينا question 13 قال لي if the earth's gravitational field strength at the orbit of satellite around the earth equal to 0.5 قال لي then the distance between the satellite and the earth's surface equal mean H ماش وقال لي the r is the radius of the earth's and the acceleration due to the graph to on the earth's surface equal to the الرقم ده بصيباش تعالوا نرسم the earth add the earth لو افترضنا ان the satellite موجود في الحتة دي يبقى distance بينه وبين the earth ده عبر عن radius وفي الحالة دي graphitional field اللي هي من دهالة 10 newton per kilogram قال لي لما يطلع على height اه الهيد ده قال لي graphitional field في الحالة دي هتبقى 2.5 newton per kilogram الهيد ده عبارة عن مين يا شباب ان الر دي كلها عبارة عن مين عبارة عن مين عبارة عن ال radius بتاع the earth plus mean plus height تمام يبقى في الحالة الاولى اللي هي r1 اللي هي عبارة عن radius بتاع the earth اللي هي d و r2 اللي هي عبارة عن height plus mean plus r طيب هو عايز مين عايز h طيب تعال نكتب الرول بتاع g كده g عبارة عن g في m over r power 2 ما هو ده constant و ده constant يبقى g inverse مع مين مع r power 2 طيب فلو انا قلت g1 over g2 يبقى في الحالة دي هتبقى r2 power 2 over r1 power 2 و تعال نعود g1 اللي هي مده لها بعشر اه over g2 مده لها two point eight five two point eight five اكوال r2 ما نجابها h plus mean r بس خلي بالك square يبقى h plus r كل ده power 2 اه over mean over l r power 2 l r power 2 اه تمام كده ده كده الشكل اللي قدامنا يا شباب طيب احنا هنعمل ايه بقى هنخلصها يا شباب انا ممكن اشيل البوينت ده ها دي كده و ازود زيره فوق تعالوا ما اغير اللون كده عشان تبقى واضح هشيل البوينت ده ها و ازود زيره فوق واقول على twenty five هتبقى فال one وهنا على twenty five تبقى كان تبقى four اعمل cross multiplication بقى يا شباب هتبقى four في r square يبقى four r square واليامة التانية هتبقى h plus r كل ده power a two انا عندي المشكلة في ال power ده لان لو دخلت ال power في القوس هيعمل لي مشاكل فما تيجي ناخد ايه ناخد ال root للطرفين اهو هناخد ال root للطرفين طيب الطرف ده ال four هتطلع من تحت ال root وال r square تطلع من تحت ال root طيب اليمة التانية ال square اصلا هيطير مع مين مع ال root يتبقى h plus main plus r انت عايز مين يعني ما عايز ال h فود ال r اليمة التانية يبقى في الحالة دي ال h هتبقى equal to r minus r موطوع r يعني بكام شباب ب r يبقى الاجابة بتاعتنا r اللي هي اللي هي دي ده كده question كامش بقى question 13 نروح للسؤال اللي بعضي question 14 ونشوف 14 بيقول ايه تعالوا نشوف 14 بقول ايه question 14 قال لي an object weight ده ال weight بتاعته on the earth surface ده ال weight لما كان على the earth surface فتعالوا نزمي wait one قال لي so the weight of these objects on the planet having a mass that's four times as larger as the earth يبقى هو عايز ال weight على planet لما يكون المس بتاع planet ده add the earth 4 مرات يبقى المس بتاع البلانت ده بتعادل 4 الناس بتعملين اشباب بتاع earth لو ال diameter بتاع البلانت ده ضع في ال diameter بتاع يبقى في الحالة دي radius بتاع البلانت هيبقى برضو ضع في radius اهو طيب بصب ايه باش اولا انا عندي الجرافتي equal g m over r 2 وعند weight equal m في g فانا هجلي g وحط مكانها الجزء ايه ده يبقى من هنا كده weight هيبقى equal g m over r 2 g ده ثابت تمام والمس بتاع البلانت ثابت يبقى ال weight هنا direct لل m و inverse r فلو انا كنت اعملها ratio كده weight 1 على weight 2 طيب تعالوا نقوم اعملين كده انا عندي cam factor عندي miss و radius فانقوم اعملين هنا كده times وهنا mean times weight 1 هيبقى هنا m 1 اهو وهنا كده يا شباب هيبقى r 1 power 2 هنا كده هيبقى m2 وهنا r 2 power 2 وتعالوا نعوض يا شباب طيب تعالوا لما نعوض نعمله بقى weight 1 هو مندارب به هم 1 ده خلي بالك اللي هي مين اللي هي 1 ده اللي هو earth فخلي بالك 1 ده اللي هو مين اللي هو earth فنقوم عاملين هنا كده 150 ده earth على weight 2 اللي هي weight بتاع مين بتاع البلانت وتعالى نعمل كده ونقوم عاملين كده وعملين ايه كده 1 ده المس بتاع earth فسيبها زي ما هي المس بتاع earth و r 1 اللي هي radius بتاع earth فخليها square وهنا خليها earth طيب تعالوا نخشها على البلانت بقى المس بتاع البلانت ما احنا عارفين ان هي اربع مرات المس بتاع مين بال earth هي بقى m2 اللي هي بتاع البلانت هشيلها احط مكانها كام يا شباب احط مكانها for المس بتاع مين بتاع earth طيب و احنا عارفين ان هو ضعف بتاع مين بتاع يبقى في الحالة دي هشيل بتاع البلانت وحط مكانه وهينزل على البار يخليها فور or square بص بقى يا باش ده يطر مع ده وده يطر مع ده والفور مع الفور هي تبقى لي هنا كام ايه 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 اعمل تعايز الويت على البلانت يبقى الويت في البلانت هدو تضرب في الوان وين الوان هندرد ففتي مضروبة في الوان تطلع كام تطلع ايه نيوتن يبقى اللي جابة بتاعتنا وين هندرد ففتي نيوتن اليمين اللي هي دي ده كده كام جباب كورتين نروح للسؤال اللي بعديه كوستن ايه كوستن ففتين ونشوف ففتين بيقول ايه تعال نشوف كوستن ففتين نجري قولي يبقى هو عايز ايه الهيط يعني الكلام ده شباب ايدي الارث بلانتان طيب ده كده الريديس بتاعل بلانتها ففي الحالة دي كان ينا طيب لما طلع فوق هاه بقى ويت ايه طيب ده كده الهيط خلي بالك ان الارتو في الحالة الاولة ده عبرها عن ريديس والر2 في الحالة التانية ده عبارة عن الهيد plus mean plus radius ولما عملنا wait 1 over wait 2 طلعت كم شباب طلعت 1 over 9 أو wait 2 over wait 1 مش هتفرق ماشي هتطلع كم 1 over A in 9 تمام كده شباب يعني اللي فوق over اللي تحت طلعت كم 1 over 9 طيب تم خلي بالك مهو الwait ده عبارة عن ايه الwait ده عبارة عن الماس في الجرافت والجرافت ده عبارة عن g في ال m over r square مو ده سابت وده سابت وده سابت يبقى هنا في الحالة دي بنقول ان الwait inverse mean للر power 2 فلو انا عملتها كده شباب عملتها wait 1 أو wait 2 over wait 1 هيبقى equal r1 power 2 over r2 power 2 ونتيجي نعود بقى الwait 2 over wait 1 هو من دالي ايه اللي هي بكم شباب 1 over A in 9 طيب ال r2 ده عبارة ال r1 سوري الاول اللي هي عبارة عن radius بتاع earth اللي هي r square وهنا هتبقى عبارة عن height plus r كل ده power cam power 2 طيب تعالوا نخلص من ال power نعملي تعالوا او تعالوا نعمل الاول هنعمل 9 r power 2 هيبقى equal plus r كل ده power a power 2 طيب تعالوا ناخد ال root للطرفين هنا عشان نخلص منين من ال power اهو ال 9 هتطلع 3 وال r تطلع هنا تبقى plus r انا عايز مين عايز نودي ده اليمة التانية بال يبقى من هنا كده يا شباب ال h هتبقى 3 r minus r تطلع كام هتطلع 2 r يبقى اللي جابة بتاعتنا 2 r اللي هي مين اللي هي ده ده كده كام شباب ايه اللي هو question 15 نروح للسؤال اللي بعديه question كام اخواننا question 16 ونشوف 16 بيقول ايه قولي انا object has mess ده كده مين يا شباب المس قال لي wait لو 500 نيوت قالت ثان it's on the surface of the earth تمام يعني غير مكانه على الأرث قال لي if it moves to the height equal three times the earth radius يبقى هو طلعه على الارتفاع الارتفاع ده بيعادل 3 r تمام قال لي what will be the object new weight الweight في الحالة دي هيبقى كام يا شباب الweight في الحالة ده هيبقى ايه كام طيب بص بابش هو انا هقوله ان الweight equal mass في ال graph ال graph وال graph اللي هي g في ال m g في ال m على ال r square يبقى في الحالة ده يا شباب هتبقى مين هتبقى g في ال m تمام كده في ال m over r power to تمام power a power to يبقى في الحالة ده يا شباب هي هنا هنقوم عاملين بقى اه اولا ال g هنا ثابت وال m ثابت وال m ثابت يبقى معنا كده من هنا كده هنطلع ان الweight ده inverse المين لل r power to تمام تمام هقوله في الحالة دي ان weight one over weight two هيبقى equal r two power two over r one power two وتعالوا نعوض weight one هو بكام بخمسمائة اهو بخمسمائة على مين على ال weight two اللي انا محتاجه هيبقى equal r two اللي هو عبارة عن مين يا شباب خلي بالك r one لما كان ال object محتوط على earth ده كان عبارة عن radius يعني تعالى كده نعوض في r one هنشيلها ونبقى حط ما كان radius power two r two ده عبارة عن مين ده عبارة عن higher plus mean plus radius وخلي بالك ال H ده وقال لي انهو ايه بثري ايه بثري ار يبقى ممكن نخلقها تعالى ناخدها واحدة واحدة هنخلها ايه بلاس ايه بلاس ال r باور ايه باور two اهو تعالى نغير الدون عشان اللي تبقى واضحة طيب ما ال H ده اصلا بكام ال H اصلا ما هو ايه بثري ايه بثري ار يعني ممكن كده خليها ثري ار بلاس ال r كل ده باور كاما شباب باور two over mean over the r باور two طيب ما ثري ار ور يبقى بفور ار تمام كده شباب بفور ار هينزل عليهم الباور الباور ينزل علي يخليها سكستين وينزل علي ال r يخليها وهنا طيب طيب مع يبقى لي هنا كان الجزء ده اللي هو five hundred over the way two واليامة التانية اللي هو sixteen over a sixteen over a one فانا عايز يبقى 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 خمسمة في واحد واسم على الستاشر يبقى five hundred over cam over sixteen والكالكليتورج تطلعنا بكل ناتج تقوم عامل كده five hundred divided cam divided sixteen وتقول له equal وتقوم عامل تقوم عامل واحد وثلاثين وخمسة وعشرين من المين يبقى thirty one point twenty five ايه نيوتن يبقى اللي جابة بتاعتنا اللي هي مين اللي هي بيه ده كده كم شباب سكستين واخر سؤال معنا في اسئلة الجرافتيشنان فيلد يبقى احنا كده خلصنا اسئلة الجرافتيشنان فيلد للمرة اللي ان شاء الله هنحل مين هنحل الاسئلة السيطلعين ما انساش ندال اخواتنا في غزة بالنصر يا رب العالمين وندال اموتنا بالرحمة والمغفرة متسجرون انا باللايك شير وسبسكرايب لو انتك سؤال اكتبوا في التعليقات واشوفوا على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته